اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ازايكم يا حباب قلبي عاملين ايه وحشتوني كتير كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم رمضان على الابواب اهو ان شاء الله ربنا يبلغنا رمضان لا فقدين ولا مفقدين ان شاء الله ويبقى شهر كده كله خير وكله سعادة وان شاء الله كده تبقى كلها ايام جميلة اه ان شاء الله فيديو النهاردة كده يعجبكم انا جايبة كده حابة حاجات كنت بجمعها وكنت بحوش فيها ومشتريها هوريكم ايه هي هنسمي الله ونبتجي مع بعض هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف ايه هي الحاجات لنا جايبها طبعا الصانية دي انا كنت جايبها دي صانية ميلامين بس حلوة قوي ومش غالية وسعرها جميل جدا ومناسب اه طبعا دي سعرها خمسة وعشرين جنيه وهتنفع جدا في رمضان للعصائر ولقيتها كبيرة وحلوة كده واشكالها جميلة جدا ولقيت سعرها مناسب طبعا انا كان نفسها جيبي اللي هي للخشب لنفس الشكل بس طبعا لقيتها غالية مش اه فعجبني دي نفس الشكل والدكور واسعرها كويس جدا وكمان البسكات دي جايبها اه جبتي اتنين جبتي لنين دول مختلفين الواحد عامل عشرة جنيه اسعارهم حلوة قوي وشكلهم حلو وما سدقتش ان الواحد بعشرة لقيته رخيص جدا 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 اه ولقيتهم صغيرين كده فحب البسكات الكبيرة السغنان دي بتبقى جميلة فجبت واحدة اه حطها في قط النوم واحدة حطها في قط المايشة اه وسعرهم مناسب جدا زي ما قلنا السعر عشرة جنيه اه طبعا انا الحاجات دي كلها مش جايبها مرة واحدة انا كنت بجيبها على اجزاء وشايلها وكمان جبت القطوع دي شكلها جميل او على شكل قلب وبرضو مش غالية كيتعاملها شرين جنيه اه حلوة قوي بجد وسعرها مناسب وكنت محتاجة واحدة لشان اللي عندي خلاص يعني هسيبهم للحوم. لكن دي جايبها للخضار. وجبت الكنكة دي طبعا عشان اه يتبقى لوني السيبرتية. انا عندي السلس بس انا حابة شنديتي تبقى لوني السيبرتية بتاعتي. فكيت عاملة برضو عشرين جنيه. وكمان جبت حاجة تانية اه كنت برضو كنت محتاجها. قلت تنفعني برضو في رمضان. هحط فيها البلح. اه جبت البومبنيرة دي. شكلها جميل قوي. انا جايبها قلت احط فيها مسلا شوكوروطة في العيدة. حط فيها بلح. اه احط فيها بلح في رمضان. اه دي كان سعرها برضو اربعين جنيه. اه برضو كان شكلها حلو او عجبتني. اه زي ما انتو شايفين هي بجد والله اللي شوفها. اه ما يستداش ان هي باربعين جنيه. اه سعرها مناسب قوي. نكمل بقى نشوف ايه الحاجة التانية اللي احنا اللي في الشنط. هوريكو بقى ده كان كيس خددية. اه اكمل لكم بقى الاول حاجة المطبخ عشان ابقى خلصت منها وبعد كده اقول لكم ايه تاني. اه دي طبعا اه ده جبته عشان اه افرد عليه العجين. اه ده كان عامل تاتة وعشرين جنيه. اه من عند محل حمص ومكة. ده كنت جايبها الواحد ومن محل تاني غير الحاجة اللي انا جايبها دي. برضو روحت اجيبه لقيته اللي ما افرش السيليكون ده لقيته عامل اه تاتة وعشرين جميل او اجبت واحد. بيبقى حلو او فرد العجين. اهو. كده احنا خلصنا حبة حاجات المطبخ. المشتريات تاعت المطبخ. طبعا احنا انا مش جايباهم كلهم مرة واحدة. انتي ممكن كل ما تنزلي تجيبي حاجة. اه عايزك جيبي مسلا الاسبوع ده هجبتي حاجة الاسبوع اللي وراك جيبي حاجة. هتلاقي نفسك اه اني لو خمسين جنيه كل اسبوع هتنزلي تجيبي الطلبات ينقذلك. اهو بقى كيس الخردية اللي انا وراته لكم. مكتوب عليه رمضان كريم. اه دوت عامل عشرين جنيه. اه برضو حلو قوي. قلت انا كان عندي اه خدديات من السنة اللي فاتت. اه كنت عاملها الرمضان. قلت دي بقى زيادة اجيبها. اه فعجبني الشكل اه كانت اخر واحدة عنده فادهاني بعشرين جنيه. في الناس طبعا بتباح بتلاتين. بس اه بصراحة انا اخدتها منه بعشرين. بصوا بقى ده حاجة كان نفسي فيها او من بدر ان انا جيبها. اه بجد كنت عايز اجيب المفرش الفرو من بدر جدا 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 كنت عايز اجيبه. اه بس اسعاره كانت عالية قوي. يعني انا بدرجة اني سألت على مفرش اه للا ساربست الانتري قالوا لي ب300 جنيه. فطبعا لقيته اوبر جدا ان انا جيب مفرش ب300 جنيه. فطبعا احنا دعتي في اواخر الشتة. فبتاع القماش طبعا بينزله طبعا في الاسعار بتاع الا اه بتاعت القماش دلوقتي. فاخدت جيبت نص متر اه اخدته بتسعين جنيه. طبعا في طالت تفاصيل مردش ينزل لي اكتر من تسعين جنيه المتر. فجبت نص متر بخمسة واربعين جنيه. اه بس والله بجد 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 يعني يعمل ممكن يعمل مفرشين. يعمل اه مخدتين. شوفي بقى انت برا بتجيب المفرش هجيبي ب300 جنيه. لكن انا جبت نص متر بخمسة واربعين جنيه. وهوريكو انا هعمل اه بحاجات كتير اوي هوريكو ايه. ولو احتاجت هبقى جيب تانيا مرة تانيا هبقى جيب. اه طبعا ده. ده بقى فنوس رمضان يعني في نفس الوقت هو تحسب علي. هدية رمضان وفي نفس الوقت حسبت علي هدية الام. بقى اتضحك علي فمش اشكال. اه طبعا ده جزي جابولي. اه كانت في نفس الوقت ادي اجابوا لي هدية اقدر الام وفي نفس الوقت في هدية رمضان. وانا جبت الشامعة الالكترونية دي. اه طبعا اه الفوانيس كانت كنت من بدري اوي عايزة اجيب فنوس اه ايكاية ده. اه بس طبعا اه يعني ما سمحش ان انا جبته فان شاء الحمد لله ان السنة دي جاني. اه وسعره يعني عايزة اقول لكم ان سعره دللاتي يعني فيه الناس ببيعهم بتسايينه. فيه ناس ببقى مية خمسة وعشرين يعشان انا طبعا سألت عليه برا فااا دلقته في الرنج دوت واعا و بصراحة شكل حلو اوي عجبني. اه اه وانا كنت جايبة الشامع الالكتروني ده كانت الواحدة بخمسة جنيه. اه بس الفوشيا دي اه بعشرة جنيه. اه دي بقى حاجة رمضان اللي انا ده شغل السنة اللي فاتت كله. اللي انا كنت عامله معاكل. اه وطلعته معاكل قبلي كنتفارشا معاكل السنة اللي فاتت. المفارش والنجمة والهلال ده كله شغل رمضان بتاع السنة اللي فاتت. انا محتفظة بيه. اه بيخلص رمضان واشيله. فبصراحة بينفعني السنة اللي وراها. جبت بقى البرواز الجميل ده مكتوب عليه رمضان كريم. ده عامل خمسطاشر جنيه او عشرين جنيه برضو في آآ في الرينج ده. مش غالي. كان فيه اشكال كتير قوي بس انا عجبني الشكل الحلو ده. وكنت جايبة اللي هي الحاجات دي بتحط على التلاجة. اهي مغناطيس من ورا. آآ الكيسة دي كلها كانت عاملة خمسطاشر جنيه. آآ فيها تمانية فيها بطوت وبوجي وتمتم وفيها اني فيها اشكال كتير. آآ وفيها تمن كطع. فدي كانت عاملة آآ فيها ستة معلش سوري او ست كطع. آآ دي عاملة خمسطاشر جنيه. انسان بقى بدور في الشنطة بنجوه بشوف في ايه. طبعا دي المفارش بتاعت السنة اللي فاتت. آآ انا جبتي برضو المفرش المشامة ده السنة دي. آآ ده عامل خمسطاشر جنيه او عشرين جنيه برضو في الرنج. برضو اسعاره حلوة مش سياره حلوة في الرنج مش عالي. آآ دولة بقى كنت جايبة كل واحدة بعشرة جنيه. آآ برضو هكنوا حلوين قوي. آآ برضو عجبوني. شكلهم جميل. اللي اتنين عملينا عشرين جنيه. يلا بقى حطوا اللايك عشان الفيديو كده يزهر. آآ ودي بقى كانت عاملة آآ ودي كانت عاملة ستين جنيه برضو. آآ جبت زي لوحدهم دول وحدهم برضو ما كنت قمشوا مرة واحدة. زي ما قلت لكم كنت كل منزل اجيب حاجة. واشيلا لغاية ما جمعت كل الحاجة اللي انا محتاجاها. وحاجات في يعني ازعرها في متناول الجميع. وكمان جبت آآ زي ما وردتكم البوستر ده طبعا جميل جدا متحطا على التلاجة بجد يبقى شكله جميل. آآ زي ما انتركوا كل ممكن تعمل وممكن كل ما تنزلي تجيبي اي حاجة من اللي انت محتاجاها. هتلاقي نفسك جبتي كل اللي انت محتاجا. وجبتي بقى الانوار الحلوة ده عشان رمضان. آآ الواحد عامل خمسة وعشرين جنيه. طبعا في محلات بيبقى حب اربين. بس انا جبتهم من مكان معين عاملين آآ خمسة وعشرين جنيه. هو السلك الفرع النور العادي. آآ ده برضو كان نفس الساعة. لكن ده على شكل كور برضو جميل قوي. آآ اللي اتنين بيدوا ده اه حلوة واسعارهم حلوة مش غالية. اما ده بقى كان نفسي فيه من بدري بصراحة وكنت عايزة اجيبه. آآ فجاني هدية في عيد الام. آآ بصراحة بنتش جابته لي في عيد الام فجميل جدا. وفرحت بيه بصراحة. لاني فعلا كان نفسي فيه. آآ حتى هي بعد ما جابته. انا جبت الورد والحاجات دي عشان احطها عليه. آآ بعد ما هي جابتوني. آآ بجد حلو جدا. آآ وشكله جميل وهيلي قاعد وكان نفسي ان انا اجيبه يعني واعمل رقن صلاة. آآ واحطه يعني اعمل بيدك ويبجي كل رمضان. صراحة فهي سبقت وجابتوني. آآ في عيد الام. آآ وان شاء الله كده هوريكو بعلم ماجا فرشو. هعمل لكم فيديو. هوريكو انا هفرشو ازاي. وهحط اعليه. وهامل رقن الصلاة ازاي. ان شاء الله مع بعض كده هوريكو واحدة واحدة. وحنا بنفرش لرمضان. كل سنة وانتو طائبين. يا رب يعود عينا وعليكم بخير. لا فقدين ولا مفقدين. آآ طبعا آآ ده كان اخر حاجة في الفيديو. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. وتكونوا استفادتم من الاسعار ومن المشتريات. وانعجبكم بقى الفيديو اللي حطوا لي اللايك والاشتراك. علشان يوصلكوا كل جديد. وما تنسوش تفعلوا لي الجرس. آآ واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. وقال لكم السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته.